عندي تفاصيل بقى على البطولة ونبدأ مع بعض نتكلم على تفاصيل استعدادات الاهلي لبطولة كأس العالم للاندية ابتداء من اليوم الاحد النهاردة الفريق راحة تبقى للبرنامج الفني المعد من مرسل كولر المدرب السويسري للفريق حدد ان يوم الحد يوم راحة سلبية بقرة بإذن الله يوم الاثنين هيكون فيه تدريب صباحي على ملعب مختار التيتش بجزيرة بعدها هيكون فيه غدا في مطعم النادي والتحرك الى مطار القاهرة الساعة واحدة الظهر تحديد موعد اقلاع الطائرة هيكون الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة تصل البعثة مدينة تاجدة حوالي الساعة 5 ورب على طول هيكون فيه استقبال فيه صالة الوصول بعدها الفريق هيتحرك على طول على فندق الاقامة في نفس اليوم مفيش اي ايفنت خالص من الاتحاد الدولي الفريق هيوصل يوم الاثنين مساء بالتأكيد هيكون فيه عشاء الخلود للراحة واللنوم بعد كده يوم الثلاث بداية الشغل الجاد لأولى المباراة ولكن يوم الثلاث الأمر هيكون مختلف شوية ازاي يوم الثلاث هيكون فيه تدريب لفريق النادي الآلي كالمعتاد لان انت عندك تدريبات الثلاث والاربع والخميس والخميس ده تدريب الأساسي والمطمر الصحفي ثم المباراة يوم الجمعة ولكن يوم الثلاث الجهاز الفني كان ليه اتصالات مع أعضاء في اللجنة المنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية عشان نشوف الترتيبات المتعلقة بوصول أوكلاند سيتي والتحاد جدة وجهزية التحاد جدة لان التحاد جدة بالتأكيد طبعا المباراة على عرض ووسط جمهوره وايضا وصول النادي الآلي النهاردة بداية التدريبات لأوكلاند سيتي والتحاد جدة تحت إشراف الفيفا وكل التدريبات مغلقة على فكرة يعني التدريبات كلها مغلقة بقره يكون التدريب الرئيسي وفيه مؤتمرات صحفية للفريقين والتدريب هيكون متاح أول ربع ساعة والمباراة يوم التلاتة إن شاء الله لقاء الافتتاح ما بين التحاد جدة وأوكلاند سيتي